حين استبدل هذا العلم بآخر يحمل شعار الموت كان هؤلاء يتشبثون به رفضوا التخلي عنه فقتلوا لأجله ثم والاشتثاث ذلك الغريب المتفشي بالقوة في البلاد بمساعدة الجيش الذي كان يسمى جمهوري انضم لصفوف المقاومة التي ولدت من قلب المعاناة والحرب لاستعادة الدولة والجمهورية الكثير منهم انخرطوا ضمن وحدات الجيش الجديد دفع كثيرة تخرجت تحت مسمى الجيش الوطني في تعز انخرطت أول دفعة من المقاومة الشعبية في صفوف الجيش الوطني بعد تلقيها تدريبات مكثفة بإشراف العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا تزامن ذلك مع دعوات المقاومة لنفير العام في المدينة واجتماع نائب الرئيس خالد بحاح مع ممثل المقاومة حمود المخلافي في عدن قبل عودة الأخير إلى مدينته تعز ثلاثة ألويات عسكرية يجري تأهيلها وإعادة ترتيبها ضمن الجيش الوطني مكونة من أفراد رفضوا المشاركة في إحراق المدينة بل في الدفاع عنها بالإضافة إلى شباب المقاومة الشعبية حيث يجري تأهيلهم وتدريبهم أيضاً دفعة جديدة من قوات الجيش الوطني تخرجت بعد خضوعها لدورات مكثفة متخصصة من قبل قوات التحالف لكن هذه مهمتها تكمن في حماية الشخصيات وحفظ الأمن في المناطق المحررة خاصة بعد الاختلالات العديدة التي عايشتها تلك المناطق خلال الأسابيع الماضية إذن تسعى الحكومة الشرعية لضم أفراد المقاومة الشعبية في صفوف جيش وطني يحافظ على تلك المناطق العائدة لصفوف الشرعية وبهم يستطيع الوطن رص صفوفه لتحرير ما تبقى من الأرض ترجمة نانسي قنقر